ولدت الفنانة لبليبة في يوم 14 نوفمبر سنة 1946 وهي من مواليد برج القوس واسمها الحقيقي نينوشكا مانوك كوبيليان فهي من أصول أرمانية ترجع إلى مدينة حلب في سوريا وولدت الفنانة الاستعراضية الجميلة صاحبة المواهب المتعددة في منطقة مصر الجديدة وهي الأخت الصغيرة في عائلة ولها أخت أخرى وأخين وهي ابنة عم كلا من الفنانة نيلي وفيروز فهي من عائلة فنية في عمر مبكر بدأت أسرتها تلتفت إلى موهبة التفلة الصغيرة التي كانت تبلغ من العمر وقتها ثلاث سنوات وفعلت أسرتها كل ما في وسعها لتنمية موهبة بنتهم الصغيرة فكانت الفنانة لبليبة بارعة في تقليد الفنانين والمشاهير وهو ما لفت الانتباه إلى موهبتها الكبيرة فاكتشفها متعاهد الحفلات المعلم صديق وساعدها للمشاركة في الحفلات التي كانت تقام على المسرح القومي لتبدأ موهبتها في الندوج والظهور اسم لبليبة كان سببه هو أبو الصعود الإبياري وذلك بسبب طريقة كلمها السريعة زي اللبليب واكتشف الفنانة لبليبة المخرج نيازي مصطفى وظهرت في فيلم حبيبتي سوسو باسم لبليبة لأول مرة في عام 1951 والجدير بالذكر أن الفنانة لبليبة درست الباليه الكلاسيكي كما عملت بالغناء ولها 268 أغنية منهم 30 أغنية للأطفال والجدير بالذكر أيضا أن مبلغ عشر بنيهات هو المبلغ الذي كانت تتقاضى لبليبة أثناء مشاركتها في الحفلات وتقديم فقرات التقليد التي اشتهرت بها وكانت للحفلات التي كانت تشارك بها الفنانة لبليبة تأثير كبير على طفولتها فلم تعيش طفولتها كما ينبغي لطفلة مثل كل الآخرين في سنها فليس لديها أصدقاء في سنها تشارك معهم اللعب والضحك وكانت والدة لبليبة تشترط عليها ألا تتأخر عن استيع الحادية عشر عند العودة إلى المنزل اشتركت لبليبة كعضو لجنة تحكيم في ست مهرجانات دولية في باريس وفالينسيا ودبي وبيروت والمغرب والسويد وأيضا كانت في 16 مهرجان عربي كعضو لجنة تحكيم والجدير بالذكر أن الفنانة لبليبة كانت على علاقة جيدة وجميلة بالعندليب الأصمر الراحل عبد الحليم حافظ وكان يتفائل بوجودها لذلك شاركته معظم حفلاته وكان يدخلها للمسرح تغني وتقلد قبل صعوده إلى المسرح أما عن حياتها الشخصية فتزوجت الفنانة لبليبة مرة واحدة فقط وكانت من الفنان حسن يوسف وكان عمرها وقتها 17 عام عن قصة حب معروفة في الوسط الفني ولم يستمر الزواج بينهما طويلا حيث استمر لمدة 7 سنوات فقط وكان طلاقهم بسبب قبلة كانت بين الفنانة لبليبة والفنان حسين فهمي في فيلم بنت بازيع للمغرق حسن الإمام وقرر الفنان حسن يوسف بعدها الانفصال عن الفنانة لبليبة ولم تنجح أي محاولات وقتها للصلح بينهما وانفصلت بالفعل ولن ترتبط لبليبة مرة أخرى وتزوج حسن يوسف من الفنانة شمس البرودي وأنجب منها وصرحت لبليبة في أحد البرامج عن موضوع الزواج وقالت كان ممكن أتجوز أفضل من مرة لكن عشقي للفن وقف قدام ده لأن الطرف الآخر كان بيرفض عملي في التمثيل وبسبب مشاهد الأحضان والقبلات مع الفنان الكبير عيد الإمام قامت الفنانة لبليبة ببطولة عدد كبير من الأفلان ومن أهمهم ليلى ساخنة من إخراج عاطف الطير وجنة الشياطين من إخراج أسامة فوزي معي للوزير بمشاركة الفنانة الراحل الكبير أحمد زكي عصابة حمادة وتوتو من إخراج محمد عبد العزيز وأخيرا فيلم احترس من الخط أما عن الجوائز فحصلت الفنانة لبليبة على أكتر من جائزة كأحسن ممثلة ومن أهمهم جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس عن دورها في فيلم ليلة ساخنة من إخراج عاطف الطيب سنة 1996 كما فازت بنفس الجائزة كأحسن ممثلة في مهرجان كل أفريقيا بكيب تاوين جنوب أفريقيا وذلك سنة 1996 عن دورها في نفس الفن ترجمة نانسي قنع